قبل ما هروح للفاصل عايز أقولك حاجتين حاجة منهم متعلقة بالتأكيد بالحوار اللي أجرته أستاذها إسعاد يونس صديقتي العزيزة اللي أكبر مني باربع سنين ونص بس هي فكرة العفوية المطلقة والأداء الطبيعي لحد آخره مع صلاح العفوية دي والطبيعية دي اللي عملتها إس كما تحب أن تنادى أستاذ إسعاد هي اللي خرجت من صلاح كل لو صح التعبيد كده باللغة العربية الصلاح الفصحة مكنونة فؤاده خرجت من صلاح كل حاجة تجربته حياته معاناته إسراره صلاح قصة المعاناة والإسرار والإيمان والحلم خد بالك صلاح لم يحبط لأنه كان يروح كل يوم على النادي ووالدته تبقى قال أنا عليه فيقول طب خلاص خليني قاعد جنب أمي علشان ما ألقاش فكان يطمنها قدر الإمكان وصلاح لم يحبط لأنه كان ينام على الأرض قدام بوابة النادي الدنيا بقى صيف الدنيا شتة هو قاعد عايز تمرينه وعاوز يحضر مبارياته صلاح لم يحبط لأنه كان ياكل وجبة كشري وحيدة في اليوم تمانها جنيه صلاح لم يحبط عندما باعوا النادي يعني باعوا اتباع مش اتباع يعني حاجة وحش اتباع عرضة للبيع مع أنه كان أمله يلعب في الأهلي أو في الزمالك لم يحبط لأنه الأهلي والزمالك ما خدهوش لم يحبط لما قاعد على الدكة في تشيلسي لم يحبط لما لقى نفسه بيتباع مرة تانية ويروح على إيطاليا لم يحبط عندما يصل إلى ليفر بول ويواجه بمجموعة من الأساطين إذا صح التعبير في لغة في قصدي في كرة القدم ويكبر وسط عملقة كرة القدم الإنجليزية فيبقى نمر واحد صلاح اتحول لبعبع الشبكة بعبع حراس المرمى وبقدر ما هو بعبع الشبكة وبعبع حراس المرمى بقدر ما هو النجم المحبوب لدى كل لعيبة كرة القدم في إنجلترا وفي الاتحاد الأوروبي وفي العالم يعني منين تبقى أنت اللاعب المرعب جدا وفي نفس الوقت الشخص المحبوب جدا صلاح تركيبة لازم تدرس كويس قوي عشان نقعد نفكر هو إحنا ينفع يبقى في عندنا صلاح تاني وثالث ورابع وعشر ومية وآلف وعشر تلاف علشان نوصل لدى هنعمل إيه حاجة اسمها صناعة البطل جزء من بدايتها تفصيلة من تفاصيلها دراسة صلاح ادرس صلاح كويس التركيبة على بعضها بعبع حراس المرمة والنجم المحبوب أو الأكثر حبا في قلوب الجماهير واللعيبة معا التناقض ده مسير مزهل يشكر أيضا بالمناسبة في هذا الحوار اللي اتعامل أو يعني أجرته سيدة إسعاد مع نجمنا محمد صلاح أنه الشركة المتحدة الشركة المنتجة والعارضة لهذا البرنامج ولهذا الحوار وهذه الحلقات لم تبخل يعني أسهل حاجة في الدنيا أنت كنت قلت ليه يا خبر ربي يا دياتار هيبقى تكلفة الحوار ده قد إيه أكيد صلاح هيبقى له مبلغ أكيد تكلفة السفر أكيد المشعر كل الكلام ده بجانب أنك تقدم رسالة حلوة ممتعة مفيدة حدوتة صلاح دي مفيدة حلقة صلاح دي أحلى حلقة أو أحلى حوارة عمل مع صلاح جو مصر وبرة مصر أحلى من أي حوار صحفي أحلى من أي حوار تلفزيوني فلو أنه ولولا أنه تحديدا المتحدة لم تبخل في ذلك ما كناش شفنا حدوتة ملهمة ممتلئة بالتفاصيل شديدة الإنسانية وحقيقية لأبعد الحدود محمد صلاح